تنفيذا لتوجيه محافظي صلاح الدين أعلنت دائرة بلدية تكريت عن افتتاح المكتب الخاص لاستقبال المواطنين واستلام وصولات الأراضي الممنوحة لهم ومتابعتها وذكر المهندس أنس فلاح الفراس مدير بلدية تكريت أن افتتاح المكتب يأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظة في المتابعة الدقيقة لمعاملات المواطنين والوقوف على احتياجاتهم المتعلقة بالإجراءات الرسمية وفق القانون وكان المحافظ قد وجه لافتتاح المكتب الذي سيتواجد فيه موظفون من دائرة بلدية تكريت وممثلا من ديوان المحافظة دعيا المواطنين إلى مراجعته وتسليم وصولات أراضيهم دون دفع أي رسوم إضافية